عبد الحميد النجذي وآداب زيارة القبور المكان جاز ورويت رخصة استمعوا إلى هذه الرخصة أيها الشيعة ورويت رخصة في صلاتهما إلى القبر ولو استدبر القبلة هذا إسلام هذا ليس إسلام محمد صلى الله عليه وسلم والله ليس هذا الدين ديننا والله ليس هذا الدين في قضية القبلة في البحار هناك خطأ مطبعي بطل بدل كلمة القبلة كلمة القبر يعني يستدبر القبر قاله يستدبر القبلة وانظروا إلى هذه الرواية التي نقلها صاحب البحار يعني خطأ مطبعي يريد أن يلفق عليه قصة أن الشيعة يجوزون استقبال القبر بينما هي استدبال القبر واستقبال القبلة انظر كتاب الدروس هو نقلها عن هذا كتاب البحار نقلها عن ذاك فأنت أرجع إلى الأصل تجد أنه بدل القبر بدل القبلة القبر استدبار القبر في كتاب الدروس الجزء الثاني صفحة ثلاثة وحسرين كيف يحدث هذا الشيء؟ أيضا نشكر الأخ النجدي على سماعة الهاتف المصطلة مع سياده في قم ونشكر له شكرا كثيرا على الاتضاح والتدليس في حديثه عندما قال أن الذي ذكره الشيخ الخميس عن محاجة كربلاء مع الكعبة عندما قال أن هذا خطأ في الكتاب ليس القبر بل القبلة ليس القبر بل القبلة عندما تكون حجة عليكم تقولون أخطاء عندما تكون حجة عليكم تقولون أخطاء بينما عندما تكون لنا حجة يصيح التجان ويقول هذا في البخاري ومسلم والتباحدة لكذبهم وتدريب سهم الكثير أتمنى من الشيخ البلوحي أما فيما يتألق باتخاذ القبر قبلة ليست روايات فقط من المجلسي بل هناك عدة روايات وبالها هناك يقول استقبال القبر لازم شيخ المجلسي شيخ الطائفة واصص التشيه في مرهلة الأخيرة يقول إن استقبال القبر لازم هم يخدمون لما يقولون التحريف صفحة طيني صفحة أنا أقول لك أي صفحة بحار الأنوار بكرة أجيب لكم يا بكرة أضح كذبة أي صفحة كان لحظة أقول لك إن استقبال القبر أمر لازم وإن لم يكن موافقا للقبر واستقبال القبر يستير بمزرة استقبال القبر وهو وجه الله أي جهته التي أمر الناس باستقبالها في تلك الحالة بحار الأنوار مجلد 101 صفحة 369 وهناك عدة روايات في هذا الصدق ولكنهم يتقبون ودليل كذبهم لأن الكذب عندهم عبادة الكذب عندهم دين ولذا يقولون افتروا على عدائكم وشحروهم وابهتوهم ولذا ابهتوهم وابهتوهم نعم قال لبلوشي ما نصفه أما بالنسبة لاتخاذ القبر قبله ثم استشهد بعبارة المجلسي وهو يشرح مضمون حديث قائلا أن استقبال القبر أمر لازم أن استقبال القبر أمر لازم وإن لم يكن موافقا للقبله مع أن الكلام حول استقبال القبر حال الزيارة لا حال الصلاة أما بالنسبة للكون القبر وجه الله فقد ذكر المجلسي أن معنى وجه الله هو وجهته التي أمر الناس باستقبالها في تلك الحال حالة الزيارة لا في حالة الصلاة كما حاول لبلوشي أن يزعن وأما بالنسبة إلى بعض الأمام وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فماذا عسى النجد يقول عن الشيعة الذين يأتون إلى قبر الحسين رضي الله عنه سجدا متوجهين إلى القبر وليس إلى القبلة بل يزحفون سجدا كما تشاهدون والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمون إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجاروا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر